اتفعلوا معنا على صفحة رسمية على فيسبوك على تويتر وعلى استوديوهات موزيكة فهم وزير لدى رئيس الحكومة المكلف المجتمع المدني بعد قليل في ميدي شو رحبوا محظنا بالسيد شفيق جرير رجل الأعمال مرحبا يا شفيق مستمعين راديو موزيكة فهم شكرا جزيل انتباه ذينا للرد وحقك على عدمجيد سحراوي أعضوا مكتب السياسي نيدا تونس الكلام اللي قالوا البارح كان في نفس المكان هذا في ميديشو قال أنه شافيق جرائي يقوم بتهديد بعض قيادات نيدا تونس عن طريقة صحفة السفراء التي يمويلها دعا إلى عدم السكوت على هذه الوضعية وقال بش نرفع قضية في هذا الإطار قال أنه حتى نبدأ بالنقطة هذه حول الجرائد اللي أنت يتمولها سي شافيق والله يرفع روح قضية ما يسألوا حتى حتى يرفع قضية ولي كان يثبت اللي أنا سحف هذو ما أنا مول فيهم والنملكم أنا القضاء هو الفيصل المبينات كانت تبعدي تحت الطاولة في فلوس كومشيو حتى حد من نجمي فيق بيك والله هذي تخميناتك لنعطي في فلوس تحت الطاولة لفوق الطاولة البينة على ما ندعى بصريح العبارة لأنه هنا احنا كثرة التخلويذ وكثرة الكلام الزايد والناقص سيد عبد الجيد صحراوي أنا نعرف اللي هو عنده ملف فرازي في المستشفى الأمارات العقلية نعرف اللي هو يمر بصعوبات نفسية السيدة ذا لابد منعرضه على الفحص الطبي وبرشا من الناس اليوم أنا الذي تقبل في برنامج السابق لابد من ثورة طبي هنعرفه اليوم اللي فما حالم الهذيان في الشارع التونسي حالم الاتهامات والاتهامات الباطلة والمقابلة نستنى فيه البرح مش يش بد عبد الحكيم بالحاج بل عارش عالش بجدور يهي كل عادة أنا وعبد الحكيم بالحاج هو الخبز حتى يتموت معزف المرسى أنا وعبد الحكيم بالحاج بالنسبة للي السيدة ذا نعتبره مختل عقليا ونعرف شو نقول نعرفه الحبيب عشور طرده قبل على خاطر أموال نعرفه تاريخه أربع مرات يترتشح الاتحاد الشغل وما ينجحش وطرده اسماعيل السحباني نعرفه ليه هو مأساة في اتحاد المغارب العربي طو مع سياعب سلام جراد نعرفه طول النهار هذيان شنوما داخله يدور بباساد ومشكوك فيه ولما يقول عنده المال الفاسد شفيق الجراية هل انت بحد ذاتك عندك وثيقة تثبت لان عندي المال الفاسد هل المال الفاسد وشيطانة الرأسمال الوطني هل انت عندك وثيقة اي اي واحد اللي عنده مشكلة بعيه واللي عندي مال الفاسد ولا يثبت عليه يتجاه للنيابة ويقوم بقضية يتجاه الى القضاء مش الاتهامات عبر راديو محترم ومحترم جيد بالنسبة لسعب مجلس صحراوي لو عنده وثيقة او عنده ما يحب يشكي بالجرائد الصفرة بالصحابة القذرة احنا بالنسبة لنحنا نعتبره مع عبر مجلس صحراوي وانا مش نطالبه قدمت به قضية اول باب مش منظله مش مرته وصغاره قدمت به هو عرضه عالفحص الطب اليوم قدمنا به قضية في الكلام اللي قالوا اتهبني بالارهاب لان لو كانت موت معزا في طريق المرسى ولا تموت قطوسا كل شيء شفيق الجرائي والناس ولدتوهم او بالتلميحة او بالكلام الرابطات حماية الثورة هذا هي كلام لو واحد قال انك مولت ربيطات حماية الثورة اللي كان الامل التونسي انا مش عب مجلس صحراوي منجي مش نحكي مع عب مجلس صحراوي لانه قلت مختل عقليا ولا نجاوزه انسان هذائه مشكو في قدراته الذهنية اي واحد يقول عليه كلم هكا يعتبر مختل لا لا مختل انا نعرف اللي عنده ملف هذا حاجة متأكد منها نعرف انا بالنسبة لي نعرف اللي هو وكان عنده ملف حتى كان عنده ملف تعرف اللي هو معني هاته لا لا تصرفات الدل عليه وتحركات وهالنارين مش كويبسي شفيق لا لا انا هذا راي انا مش نقدم عرضه عالفحص الطبي احنا قدمنا اليوم به قضية عرضه عالفحص الطبي بعد اللي كان ثبته بعقله بالرسمي في فترة هذه مش نقوم به بالتشهير وبربتي دائما بين موضوع الارهاب اليوم انشيطنوا في الرأس المال الوطني مش كان شفيق الجرائي يا سيدي ديش هالفلوس اللي عندي انا نحكم في البلاد وهاللوبيات ولا نحكيه عالمافيا المالية ومربوطة بالارهاب هل في تونس فمه هناك عصابات منظمة ولا نحكيه وعالمافيا الايطالية وكيفاش تغلغلت وستين في المية من الاقتصاد الموازي هذا تتقوه فمقتل ستين في المية من الاقتصاد الموازي الاقتصاد الحقيقي بتاعنا نقص بطبيعة ارتفاع التجار الموازي انا لم اورد لو كان واحد يصبت انا نورد في اي حاجة توريد انا مصدر رقم واحد في عديد المجالات معاش تورد في حد شي حتى شي من سنة 2007 مصدر معاش ديف البانانة يا شفيق يا ودي وخدتك منها سنة 2007 مصدر رقم واحد معاش داخلوا لداري البانانة بايش عقبت من وصدر بايش على الاقل كيشبت البانانة الشعب كلاب 900 عدل السوق البانانة كيشبت لنجيب فيه اليومة ومش عيب جبت البانانة بلا لا موش عيب عليها وشرف بيدي بكون وكلت الشعب مش وكلت جبت البانانة لها الزوالي بتاع 100 فرنج ورحموا لي يا لابوي توقت ورحموا لي الزوالي قول الله رحم والديك بالنسبة لسعب مجيز سحراوي تاريخه مظلم منقوش بي حمامي عندما كان في السرية فهذا نعتبره بكل لسانة هو نعدي بالارهابي انا مش نعته بالبعوضة البعوضة لابد له ان نطلم القضاء مش سمحني الشفيق كانوا المستوى النقاش والردود بين اتكم والحوار السن والبادئ واضلم اسمح لي معنا مع احترام انت لكم الجوز ظهر لي فيما كلمة ارهابي انا ارهابي اعتبره اخطر من بعوضة وتمويل الارهاب انا لو يثبت الامن التونسي نهار فيما التاليفون صار بيني وبين واحد ينتمي الى حماية ربيط الثورة انا مستعد للمحاكمة مجرد مكلمة ياتي فيها اقوله انا بالعكس في مجمع مني داتونس واتلصوا بها وطلبوا مني كانك وطني عاوننا لاسقاط الحكومة وصار الاستماع هذا في المستير وعندي شهود ومن حبش نسمي السيد لمين الكاتب العام الشسمه لمين العام واللكاتب العمومي موقع الشسمه محسن مرزوق جاءني عديد المرات الى بيتي الامين العام لحزم ذاتونس الكاتب العمومي انت يقول لمين العام انا يقول الكاتب العمومي الموقع هو خوص سرجاء انا زي اللي عمل مسايبونا في البلاد يهدد اخيرا هدد برانبسيس بمساج بتهديده بالقتل خوص خوص محسن مرزوق ذكرنا بتستقفات المنصف بن علي واليوم يتكلم في قهوة وطونر بكوش في قشرة يتخاف انا والحوم عربي وما خافش واللي عنده حاجة يتجه بها القضاء ونخاف الا من الله ونعرف رحي اش عملت الذهاب الى ليبيا نمشي كل يوم الليبي انا عندي خدامة في ليبيا عندي ثمانية خدامة محاصرين في الكفرة الليبية عندي جاتي في مدينة الكفرة الليبية التي تهاجم من الطبو ومن دارفور ومن جنوب السودان عن اراضي عربية قادة تحتل من طرف الطبو انا نمشي الليبي لاني عندي شغل وعندي عقود بمئات المليارات وانا سنتظر ببعض الوثائق انا بمكات في ليبيا وعمالي هذا عقد ب336 مليون دولار انا اخذيت اخيرا عقد في النيجر ب150 مليون دولار عقد ب590 مليون يورو في مالي هذا شفيق جرائل تكلموا عليه يشتغل يدور من بلاس للبلاس ونس في التوانس وخد في التوانس هل اليوم تم ما يثبت الكلام اللي قاد في الموبا والله الارهاب وحماية الثورة شو الخلافات هذه متنمك سيسي شو الخلافات متنمك سيسي هالسيدة ذات طب مني حرفيا شخصيا جاني حبي ما عندي عاوننا على زبحان حافظ قايد السبسي والله بالحرف هذي والاخر يجيني المستشار السياسي متوارس برزو تيسي السحراوي هذي عاوننا على زبحان حافظ قايد السبسي أنا حافظ صديقي نعرف مني كان في الترجل رياضي تونسي وأتفخر أنه صديقي ولست ومول في طرف على طرف والاخر يقول مول لإسقاط حكومة حبيب السيد في شهر جويلية عاوننا باش مش نعاون قطر كانك وطني معت حبيب السيد جايبين ومن تل أبيض ما ندفعش عليه الحبيب السيد ننتقده في عديد المواقف وفي أداح حكومته لكن أنا بالنسبة لدي الناس تحب تهدم وفهم حاجة أخر نحبس نداء تونس هو شأن نعم حسب وانتقد ومن أريد حبست شون الحزاب هذي كل واحد عمل يحبست فبارك عليه يناديوا بالديمقراطية هذو محزاب اليوم تنادي بالديمقراطية معلومات كل على مسؤوليتك في قشارية والله يسمعني شفيقي شرية مشي القطر مشيت القطر مشيت الإمارات مشيت للنيجر مشيت لليبيا مشيت لتركيا معلومات ومعطي تقول فيها على مسؤوليتك حمل فيه كم ومسؤوليتك وحق الرد على الكلام اللي قلته مضمون لكل منذك واضح ولا الناس هذي ننشي معك أزيد نزيد نحكي لك حكايات أخرى نزيد نحكي لك حكايات أخرى المستشار السياسي نهار راكي جاني صالح أنت ومعنديش شر صالح أنت يوسي محسن مرزوق ورهوا حصار رابح وثلاثة ربع أنسى تونس مضربين فيه وصلنا بالأخلاق الدنيئة هذي للمستشار السياسي وأنا أكراما في خوه لأنه صديقي ما ننسى منيش مستسميه أكراما في خوه هو يعرف طو يسمع فيه 3-4 أنسى تونس وصلنا توم كروز هذي ولا لوند لا هذي محسن مرزوق فهما ديمقراطية ولا في البلاد الحزب هذي موش أحبص أنا مناسرة تطور حبل وانا زادا نتوجه للحزب زادا حركة النهغة اللي هو مسكر البيبان شو الحزاب هذي اللي تنادي بالديمقراطية يناديوا بالديمقراطية ولا فقهونا شيئا في الديمقراطية اللي هو معظم شي الصحراوي بربي صمحني سكسوال شكول عطال علالش عطيتمانا تلعيد تطور انت سيغازي الملولي اللي نعرفه تاريخه الأظلم الكل ما تورد في قضية مخدلات مع نصف بن علي يوزع في العلالش ويدور هو مشموعة من الواب حتى في سراق سباعتنا 14 علوش عمل النجوش ما يولدين رحتيو في 2000 و 3000 يخلى 14 علوش بتاعتك شو الفضيح هذي اللي عمل فيها شو المشاكل اللي عملوا فيها ولا تعالالش اسمعني سرق بنسلك سؤال محصن مرزوق لفلوس من يجابها ولا هو طوما تتكلم عن الملفز يا سيدي فهم الرجل عمالبرك في تونس هو بيدو يتكلم على الملفز البارح محصن مرزوق وقال واتهم حتى في العملية البارح محاولة للأغسية هو محصن مرزوق فاسد أصل على مسؤوليتك الكلام يقول لنا محصن مرزوق الكهرباء هذي يمنين اخباها ويقول لنا منين يجيب في الفلوس ويعطينا محصن مرزوق تدافع أولي ماذا سيبو بكر البارح هتكلم أنا أزيجش من ناحة الإرهابي أنا ما نصلطش لن أكون البادئ لن أكون البادئ عندي سؤال كل الأشخاص اللي ذكرتهم هما كيانفالاون متاع جريدة المسايا وتالبارح يلا برورسهم هذهم لا لا خليني ناس اللي اللي حلت أنت عندك معهم متعطف معه سباهاك أخويا باهي اللي عندك معهم مشكلة يتعرضوا للثالب في جريدة المسايا يكسل لمولها وصلوا أنا متعطف تعجبني المسايا كان حللا انفرد باهيش عندك مشكلة سيدي أنا نلقاه فما جريد تعجبني تعجبني ثورة نيوز تعجبني المسايا يعجبوني الجريدة صحفة المجارية نحب المجارية باهيش ما كشنتي تمول فيه خاتين نستشهر ممكن نعمل باجة سعاد جماعتي نشوف باجة عندي مكو بيخرجولي بيبليستي شين ليش كالي شهار معناها شهار شين مشكلة ياهو نجيل برح مثلا اللي كان سيدي سي لاخر جاء التهمني بالأرهاب وربيطات حماية الثورة قوة قريب مش يقول اللي قالوا معاصبا غربية رويقصص بيش فيق الجرائي زاد ما تسانيش تقول تكتبت وتكتبت المساين تنضم إلى جامعية شمس قل لي أنا قول لك مش متاعي شمس ونتي تقول لي هكي عشاس من المساين وتقول لي هكي ينضم اللي تكتب أنا مسؤول عليش كوني خرط في جامعية شمس ولا لاني مأيد هولا لاني مأيد شمس ولا المعرض هش كوني يدخل فيها كان الحط حرف يتير في حيات لانتو مكتبتو معنين في جريد المساين ما عايز لوطارو مساين تقول لي انتو مكتبتو قوطلك ما عنديش بعلاقة جريد المساين معاشد تكرر أنا كمال طيف علاقتي بي علاقة طيبة علاقة أخوة وبالنسبة لي أنا كن عارك نعارك بالباه وكن صحب بالصحب بالباه أما بتساني على المساين برا سنبو معاشد كمال طيف أنا بالنسبة لي نعلن للملأ كمال طيف نعتبره أخ وصديق وصديق عزيز علي بايش وانا صاحب صاحبي ولي كمال طيف مست تحبشك بالوضوح حتى واضح سافيق جري رجل العمل برك الله حب نحكي شوي عالموضوع الليبي عليش نمشي نمشي لخطر ولادنا تمشي على خط تخدم على روح لا نمشي نمشي مع روح ونستغل الفرصة وطلعت على خطر ولادنا المخطوفين في ليبيا اللي هم أحيا يرزقون وستتبوش إن شاء الله وزير خارجي نتعنا تشكون تع تونس أنا ما نتكلم مع حدا نتكلم مع ناس فعالين في المجتمع الليبي عمر الله بشير وزير خارجية ولا كلمت أي واحد أنا مكلفين العائلات نعرف شو نقول أعيم أقول أنا قنواتي الخاصة واتصالاتي الخاصة لعندي ارتباط بوزارة الخارجية لارتباط حتى شين وكل إفادة جيني نمشي مطوع للقضاء مستدعينيش نمشي مطوع نعطيها القضاء كي تدون للتاريخ فقط بالنس بلل السحراوي هذي احنا نشكينا به مش نعرضو على الفحص طبي طلب على باس عليه جاء في تبق نعطني بالإرهاب هذا البعوضة الذي أنا ننصح منخرطين ندا تونس وحبان ندا تونس ومناظرين ندا تونس أن يتخلصوا من هذه الشوائب هذا رأي نشي منعطيه في النحظة كيما النحظة يزل لابد أن تتخلص من بعض الشوائب اللي موجودة فيها كيما نشي منعطيه لأي حزب كان أنا بالنسبة لي لي ليست طرفا لمناسب أي طرف آخر وبالنسبة لي يشرف نكون كمال طيف صاحبي حافظ قايصب صاحبي ندافع لأصحابي وما نشي مسلم في أصحابي لآخر رمق واللي عنده حاج علينا فالإرهاب حماية الثورة قتل المعيز بالحاج الثبان الميت البعوض الكل يلتجأ بي القضاء شكرا نشفية كمبعدين اللي مالفست هل مالفست هربي ما عاش تقول لها كمبعدين عندك وثيقة نهار جيب على أي واحد تنصر عنده أحلى زادة ما نبدأوش زادة 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 والمافيات المنظمة ومش نوليوك إيطاليا ورأس المال مربوط بالعصابات والاختيالات تونس راهي مسلم ليه تحك عليش عملية لحبات هل نحبته في تونسة بك شو بيك تتلق منها انتي أنا ماكش فيهم نهادية تقلل من فرص الاستثمار الناس ترصدنا لبرة العالم قاعد يتطنت وتفرج فينا شو نحك لبنات اليوم فيها مافيا اللي يعرف عنده مافيا يخبر عليها القضاء يقوم بدوره وزارة الداخلية تقوم بدوره نزيد حاجة أخرى إضافة أخرى لابد اليوم أن نحترم أركان الدولة ونحترم الحكومة ونحترم مزلس الشعب ونحترم رئاستنا ونحترم المسؤولين لالعشوائيات عبد المجيد السحراوي عبد المجيد السحراوي ونتجاوزوها المرحلة هذه وبالنسبة لي لأنا مازالت الردود مش هاليوم الهنا مازالت السيدة ذاية للتثبت في مصاريفه وفي تنقبولاته وفي مصروفه وفي الخمرات اللي يمشي يصرفيها بالألاف الدنين لابد تثبت من مدى هالأموال اللي يصرفيها هو أمثله شكرا جزيلا بركة الله فيك حقك في الرد مارستو بركة الله فيك شكرا جزيلا شفيق جرية رجل سيموحس المرزوق لما حلي قلوك أنا كراش يسميني بالاسم مرتاح مغير متلمح شكرا 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 بركة الله فيك نعتذر على العبارات لأنا ما نحبش نسمحها وما نجمش نسمحها عندي برحة سمحتك فيلم الترهابي لا لا توصيف ارهابي لكل تجاوز الكلمات اللي قلتها أما كلام لحقيقة ما شكرا جزيلا بركة الله فيك قبله بعد شوية ضيفنا يكون السيد كاميل جندوبي قاموا معنا